طبعا كلنا عارفين ان مصر مليانة بضائع وسلع وكانت وقفة في الجمارك ووقفة في المواني التجار والمستثمرين ومش قادرين ان هم يدخلوها لان ما كانش فيه السيولة الدرارية الكافية اللي تخلي السلع دي تبدأ ان هي تدخل مصر والناس تبدأ تشتغل النهاردة البنك المركزي طلب من البنوك اللي بتشتغل فيه اجراءات الاستراد والطلبات والامور دي كلها هم يعملو لهم حصر حصر كامل كده لطلبات الاستراد اللي متوقعة فيه الست شهور اللي جاي قالك احنا عايزين نعرف احنا مطلوب مننا في الست شهور اللي جاية تقريبا كام عشان نبدأ نحدد المبالغ اللي هتكون مطلوبة من العملة الصعبة من البنك المركزي في الست شهور اللي جاي الكلام ده ما قالهوش شخص واحد لا ده تلات مصادر مختلفة كانوا بيتكلموا عن هذا الشأن ان دلوقتي مطلوب ان يبقى فيه حصر مصر محتاجة قد ايه التلات مصادر واللي اتكلمت لي احدى المواقع الاخبارية الاقتصادية اكدوا ان فيه ده جاي طلب من البنك المركزي بعد اما الحكومة المصرية تقريبا افراجت عن بضايا قيمتها مليار ونص دولار في الايام اللي فاتت الفترة اللي فاتت يمكن قلنا كده حصل اكتر من مرة ان بدأ يدخل اموال ساخنة مرة اخرى وبدأنا نشوف ان تم بعض الافراجات وقالوا كمان ان فيه في الاخر الاسبوع او نهاية الاسبوع الماضي برضو تم الافراج عن بعض البضايع اللي بتقدر بتلاتة مليار دولار فكده كل اللي مصر افراجت عنه تقريبا حوالي من ديسمبر لغاية ديسمبر اتنين وعشرين حتى اليوم بيقدر بتمانية ونص مليار دولار فقط لغير اما بقى الجديد تاني هو شهادة الخمسة وعشرين في المية شهادة الخمسة وعشرين في المية اللي شغاله وبتلم في فلوس المصريين قلنا لكم ان البنك الاهلي وبنك مصر قدروا ان هما يعملوا الشهادات دي وقالك ان احنا هنعمل شهادات وعائدها خمسة وعشرين في المية تخيلوا الحصيله كام حسب ما اعلن البنك الاهلي وبنك مصر قلت تريليون تريليون جنيه اخدناها من العملاء بتونا تريليون جنيه في اسبوع تقريبا ده رقم ضخم قوي 1000 مليار 1000 مليار جنيه اتلمت من المصريين في اسبوع او عشر ايام على اقصى تقدير وشوفنا انبارح بنك القاهرة لما الاهلي ومصر وقفوا الشهادة دي رح يطلع هو كمان نفس الشهادة وقالك الشهادة بتاعتها الشهادة الشهادة دي يا جماعة يعني انا والله ما عارفه هما هيجيبوا منين الالف مليار اللي بعد سنه مطلوب منهم 250 مليار فوايد عليهم هيجيبوها منين دي الشهادات الاعلى عائد في تاريخ مصر كله كان فيه جزء اللي هو طلع قبل كده اللي كان ب18% وفيه الجزء الثاني اللي هو اللي 25% طبعا البنك الاهلي وبنك مصر دول دراع اليمين الدراع اليمين للبنك المركزي وهم دول اللي بينفزوا كل السياسات النقدية بتاعته وهو اللي بيستعين بيهم من وقت الاخر كده عشان الاسعار اسعار الصرف لا انت اللي هتحدد السعر لانها البنوك القومية والبنوك الرسمية والبنوك الحكومية يعني فلما البنك المركزي احتاج ان هو يعمل من شوقت فلوس راح ايه اللي دول يلا بقى طلعولي شهادات والشهادات حطين عليها فايدة 25% ودي طبعا عملت جذب كبير جدا جدا لفكرة الاموال الساخنه اللي زي ما قلنا هي ممكن تكون حلت جزء من الازمة حلت جزء من الازمة ازمة البضايع وازمة السلع اللي وقفه فيه الموانئ لكنها هتتسبب في مشكله اكبر وقت بقى لو فكرت الفلوس دي انها هتخرج مرة اخرى وكالت فيتش للتصنيفات الاقتمانية قالت ان نسب رأس المال التنظيمي للبنوك المصرية ممكن انها تتصدى لفكرة سعر الدولار او لانخفاض الجنيه مرة اخرى امام الدولار لانها مدعومة بتوليد رأس مالي سليم واكدت كمان وكالت فيتش ان الجنيه المصري بيتعرض لضغوط شديدة جدا وبيتراجع بشكل كبير وبتحذر طبعا اصحاب الاموال او رأس الاصحاب رؤوس الاموال يعني من الخسائر اللي ممكن ان هم يتعرضوا لها في المحافظ الاستثمارية وده بسبب ارتفاع حاد ارتفاع حاد جدا في الفايدة تخيلوا لما مؤسسة بتعمل في مجال الاقتصاد وبتشوف وبتبص على كل اقتصادات العالم وشايفة مين بيرفع فايدة ومين بيخفت فايدة والعملة هنا سعرها ايه والعملة هنا ايه وبتقولك ان في ارتفاع حاد في اسعار الفايدة في مصر ده مش مكسب ودي مش شطارة ابدا ابدا اللي تم اللجوء ليها يعني دي مشكلة هتنفجر قريبا في وجه النظام المصري لو في يوم الناس دي او بعد سنة الناس دي بتقولك انا عايز الفايد وعايز فلوسي انا معرفش ساعتها ممكن يعمله ايه النائب محمد عبدالعليم داود لفيديو النهاردة في مجلس النواب وهو بيتكلم عن الاموال والقروض اللي مصر حصلت عليها قالك من غير رقيب ومن غير مش عارف ايه دي كنبلة هتنفجر في وجهنا قريبا طبعا النائب محمد عبدالعليم داود ده رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس النواب كان في جلسة امس تحديدا واتكلم عن ان المفروض يعني الحكومة تحاول ان هي تستغل القروض وتستغل المنح بشكل كويس جدا افضل من انفقها في اماكن مش مستحقة واتكلم على المشروع اللي كنا اتكلمنا فيه قبل كده على فكرة يعني ويمكن احنا اللي بدأنا فيه وهنستكمله طبعا النهاردة فكرة تبطين الترع اللي طلعوا النهاردة وهم اللي اكتشفوا واعترفوا ان يعني اه دا كان مشروع فاشل واخدرنا عليه اموال طائلة على الفاضي بس تعالوا الاول نروح نسمع لأستاذ محمد عبدالعليم داود قال ايه ونرجع تاني بارح سقط حق الوفد في الاحتراط على القرض ولم يمنح الكلمة لممثل الهيئة البرلمانية للوفد الاموال بتضيع لاني مفيش رقيب صح على اموال الدولة يا سيد الرئيس لا انا عايز اقوله القط النهاردة في الفلاح بيغلي النهاردة فيه صرخات الناس وما حد لش بيسمعها وفيه ضحكات امام صرخات واحتوصل لبرميل برميل محدش هيعرف ينفجر انت الحقوا مصر وشوفوا اللي بيحصل واسمعوا صرخات الناس وشوف القط وشوف الرز وشوف صورة الفلاحين المكبوطة حاليا انت ممكن تطلع في اي وقت من الاوقات اتحركوا لان فيه غضب داخل الشارع وفيه صرخات داخل الشارع طب والله الحمد لله ان بدأ يبقى فيه اصوات من جوه البرلمان المصري بتتكلم ان فيه حالة غضب موجودة في الشارع ان فيه غضب مكتوم عند المصريين ان خلاص مصر هتتحول ليه يعني اللي بيحصل ده والضغوط اللي بتحصل ده ممكن تبقى قمبلة تنفجر تنفجر في اي وقت وعن اخضار المال اظن اظن يعني احنا جبنا لكم مثال مبارح لطيف زريف جدا عملنا بهزار لكنه بيوضح لك ان المال العام في مصر او المال اللي موجود في مصر مالوس صاحب مهضر لما شوفنا بتوع الصحه تقريبا بيرشوا القمامة اللي موجودة في الشوارع بحاجات عشان المالاريا ادوية بيعقموها ضد المالاريا بدل ما هيبقى فيه تصرف وان القمامة دي تم ازاحتها وازالتها من الاماكن دي خالص لا احنا بنرشها دواء كمان فده اهضار وايس على كده بقى في كل المجالات ايس على التماثيل الفشلة اللي بنلاقيها في الميادين ويقول لك اصدحنا بنزين الميادين ايس على اللي رايحين يعملوا شبكة طرق كده تربط البلد بمدينة الاشباح اللي لسه لم يسكن فيها احد اسمها العاصمة الاداريه الجديده ايس على مئات 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 المجالات المختلفه ومئات المشاريع اللي الحقيقه اثبتت كل يوم فشلها لكن بنلاقيها كده فيها يعني مصورة فساد مستمر وزي ما قال هشام جنينة يعني ان شاء الله يعني تسمعش عنه حاجه خالص ان حتى مفيش بقدرة امل ان الراجل ده يخرج بقى بالسلامه وزي ما قال ان الفساد في مصر بيقدر في الفين واربا الفين واربا الفين وستاشر قالك يقدر بستمائة مليار جنيه انا معرفش لو لسه موجود الراجل في منصبه النهارده هيقول لك كامل ده كان ايام لسه واحنا لسه في الاول بنقول ياهادي معرفش دلوقتي ممكن يقول قد اياه جزء من الفساد وجزء من الازمة الاقتصادية الكبيرة هو دخول القوات المسلحة في الاقتصاد اقتصاد لمؤسسه عسكرية ضخمه اقتصادها بقى ضخم بيتوحش وكان اول شرط من شروط صندوق النقد الدولي ان خرجوا لي بقى القوات المسلحة القوات المسلحة كفاية عليها كده وتخرج ونسيب مكان للمستثمرين لرجال الاعمال لان يبقى في القطاع الخاص هو اللي يحل محل القوات المسلحة ويمكن برضو كان استاذنا ودكتورنا الفاضر العصام عبدالشافي قالك مش هيعمله تخارج ابدا عرق الجيش محدش هيجي جنبه صعب ان حد يجي على عرق الجيش وقالك ايه موضوع هيبقى فيه منوره كده ونحاول اننا نتحايل على الامر لغاية لما يخلصوا الثلاث سنين وصراحه يعني قلت له وارد لكن هو واضح انه مش وارد ده يعني واضح انه مؤكد ومفيش نية حقيقية موجودة عند النظام المصري انها تطلع القوات المسلحة من الاقتصاد اللي طبعا بقت ليهم مؤسسة اقتصادية كبيرة جدا وضخمة جدا في كل المجالات النهاردة الدكتور او الاستاذ سامح شكري كان في لقاء مع السي ان ان والست سألته سؤال بوضوح جدا قالت له يعني امتى هنسمع بقى كده ان القوات المسلحة او الجيش خرج او بمعنى صح سألته عن رأيه في فكرة ان الجيش مسيطر على الاقتصاد المصري فالحقيقة الراجل تهرب بشكل واضح جدا من الاجابة الرجل يتكلم التعالي تقريب مجددا لتعالي المنظر التحلمي؟ اي مش نقطة ضرورة المعارتين اي من السادات المؤسسة اي هم العام المنظر التي تعتقد حقا على اعطر المكتموعة اي لديك التعالي كبير أن الواجب الى مومي افضلية رغوية الساعة من دولة المعارتين واجتص去فتم الهربة والمجتمع او اسن كاللي اذا؟ يمكننا التفتراب إلى التغرير والعندوقات التعنيهات مواصلة بمفضل في pH 9% وال They также نظارChe rip favorable in this regard by the IMF program currently. We, as others, are necessarily suffering, but we are putting in place the regulations, the incentives and the frameworks in implementing the IMF program and dealing with the challenges while also recognizing the social dimension and having to deal with that as well because you cannot address these issues except in a holistic manner. يعني ده رد دبلوماسي جدا جدا ونرجع بقى للممتلكات المملوكة للدولة وإحنا حددنا وصيقة وهي وصيقة ملكية الدولة والشركات اللي هيبقى فيها تخارج والشركات اللي مش هيكون فيها تخارج مع أن يعني الكل بيأكد أن ممكن يكون جزء من حل الأزمة في الوقت الحالي لمصر هو أن يكون في مساحة للاقتصاد الخاص أن رجال الأعمال أن المستثمرين أن يكون لهم دور في الاقتصاد يمكن ده يحل شوية من الأزمة عايز أقولكم أن أكبر مشكلة أكبر مشكلة وللحقيقة يمكن دي عملتها القوات المسلحة أو عملها اقتصاد الجيش ومقصرة على العمالة ومقصرة على زيادة نسبة البطالة وزيادة نسبة الفقر مش ان هم حطين ايديهم في كل حاجة وبس أن كمان المشاريع اللي بتحتاج يد عاملة هم محتلنهم المشاريع اللي فيها يد عاملة هم اللي محتلنهم انشاءات هم اللي وقتنها وبيمشوها بالباطل للشركات أخرى ومش عارف إيه وحاجات كده اللي هي مثلا بتبقى محتاجة عمال وتحتاج مهندسين وبتحتاج بتوع تسليح ومجالات كتيرة وناس كتيرة جدا بتلاقيهم هم مسيطرين عليها وبيعتمدوا على العمالة المجانية اللي عندهم اللي هو المجندين اللي بياخدوهم مثلا أسواق ومحلات تجارية الماركت والسلع الغذائية تلاقيهم برضو هم اللي مسيطرين عليها حتى الدراما حتى الدراما اللي بتحتاج فنيين وإضاءة وكاميرات ومش عارف وسوقين وكل وديكور هم برضو اللي مسيطرين عليها فالحقيقة ده مؤثر على الاقتصاد بشكل كبير جدا والكل والكل بيؤكد ان خروجهم هيحل جزء من الأزمة لكن انا اظن ان الدولة نفسها ونظام المصري نفسه هو مش قادر انه يقول للقوات المسلحة خليك في سكناتك وترك الاقتصاد للمصريين هم مش قادرين على هذه الخطوة وصعب وصعب يعني المشكلة ان حتى محدش قادر يعرف قيمة الاستثمارات اللي عند القوات المسلحة تقدر بقد ايه حتى دي محدش عارفها ومحدش يعني اتكلمنا مع خبراء اقتصاد كتير جدا صعب رقم ما تقدرش ان انت تحدده بالظبط قديه لان فيه سرية تامة عليه لكن كل المؤسسات الاقتصادية بتحذر زي الفاينانشال تايمز اللي بتحذر من تبعات القرارات الاقتصادية على المصريين بقى شكل واضح جدا ان 60% ما هو 60 مليون 60 مليون يعني 60% اكتر من النص من نص المصريين ما بين فقرة وما بين تحت خط الفقر وما بين بيزدادوا فقرا كده قالك كده قالك 60 مليون مصري على الاقل يعني 60% من المصريين على خط الفقر وحد تحت خط الفقر وكل يوم عمالين بيزيدوا فقر عن اليوم اللي قابله المؤسسة طبعا الامريكية اللي بتشتغل في المجال الاقتصادي قالت ان يعني المفروض ان يبقى فيه ضغط ضغط كبير جدا على الحلفاء الحلفاء بتوع القاهرة والمنحين ان هم يحاولوا ان هم يضغطوا على النظام المصري انه يوفي بتعهداته ان هي زي خروج الشركات المملوكة للقوات المسلحة من الاقتصاد المصري واكدوا طبعا نفس المعلومة المؤسفة اللي قلتها لكم ان اكتر من نص المصريين فقره اكتر من نص المصريين فقره وعمالين بقى بيفكرون بالوعود او مش بيفكرون احنا هم بيحاولوا يفكروا الشرقاء والمانحين والداعمين بالوعود اللي تقالت في 2018 زي الجمهورية الجديدة وان كل حياه كريمه لكل المصريين فمنين حياه كريمه ومنين كل ده واحنا عندنا 60% من المصريين ما بين فقراء وما بين تحت خط الفار